السلام عليكم ورحمة الله منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل هو أصح المناهج وأعظمها تأثيرا وفائدة في حياة الناس الأنبياء هذا الاسم الكريم اللامع الجميل على مر التاريخ كانوا يبعثون ويجاهدون ويصابرون وكانوا منارات يهتدي بها الناس في الظلمات وطالما تحمل الأنبياء ما تحملوا وصبروا على الأذى وهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا يريدون من أحد جزاء إلا من الله سبحانه وتعالى كل همهم أن يعبدوا الناس لله رب العالمين لذلك ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم الذكر الحسن في هذه الدنيا فما من إنسان مننا إلا ويفرح بذكرهم وبحديثهم ويثني عليهم ويحبهم ويصلي ويسلم عليهم كل ما ذكروا ونحن نسمي أبناءنا بأسمائهم عليهم الصلاة والسلام جميعا أنبياء الله ورسله كلهم رفعوا راية الإصلاح في وسط مجتمعات سيطر عليها الفساد بكل صوره وألوانه يعني هوية الأنبياء الأساسية هي الإصلاح والإصلاح يعني أنك سوف تقاوم وتنكر أشياء تعارف الناس عليها وألفوها وأصبحت جزءا من موروثاتهم ومن تقاليدهم ومن حياتهم ومن عاداتهم وهذا أمر شاق جدا هذا أمر صعب يعني إنك تنسف عقائد ناس نشأوا منذ طفولتهم وتربوا عليها على عبادة الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الأشخاص ويعتقدون أنها آلهة يعبدونها ويأتي شخص بعد ذلك يفاجئهم بخلاف ما تربوا عليه واعتقدوه لعشرات السنين فيقول لهم مثلا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله هذا صعب جدا لذلك لم يحارب أحد على مر التاريخ كما حورب الأنبياء ومن سار على دربهم من أتباعهم ومحبيهم وحملة رسالتهم يعني حاربوا الأنبياء كثيرا من خلال حملات إعلامية شرسة تستهدف تشكيك الناس في نيات الأنبياء في مقاصدهم في مآربهم تشكيك الناس في مناهجهم في دعواتهم تشكيك الناس في وسائلهم تشكيك الناس في مستقبلهم يعني شكك الناس في مقاصد الأنبياء والرسل كما قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وفرعون من قبل قال لقومه عن موسى وهارون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وهذا تشكيك بنوايا الأنبياء بأنهم أناس يبحثون عن السلطة وعن الحكم وعن العلوف في الأرض طبعا هذا غير صحيح كذلك شككوا الناس في مناهج الرسل وفي دعوتهم وهذا كثير في القرآن الكريم كما قال تعالى إنا لنراك في ضلال مبين آية أخرى إنا لنراك في سفاهة أيضا في موضع آخر إن هؤلاء لضالون إلى غير ذلك حتى قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ومرة أخرى يقولون لشعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مع أن الله سبحانه وتعالى يعني كان يبعث الرسل في علية أقوامهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فكان الرسل الذين يبعثهم الله عز وجل كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وبيان ويعطيهم الله عز وجل قوة في الحجة قوة إضافية لكن العرب لذلك لم يستطيعوا أن يستخدموا هذه الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه بعث في جزيرة العرب وكان نبينا قمة في الفصاحة والبلاغة ما كان يشق له غبار حتى يقول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظم بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد لذلك العرب لم يستطيعوا أن يقولوا له مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول لأنه كلامه كان واضح وبين وفصيح ولهذا استخدموا أسلوب آخر قالوا ساحر قالوا يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين المرء وابنه وما زالوا بالناس حتى يحاولوا أن لا يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنهم جاءوا إلى الطفيل بن عمر الدوسي وما زالوا به حتى وضع القطن في أذنيه لكي لا يسمع كلاما الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سمع كلامه وأسلم لماذا؟ لأنهم يدركون أن للحق سلطانا على القلوب أما القضية الأساسية المركزية التي يعني بعث الأنبياء من أجلها والمحور الأعظم الذي كان يدور حوله جهاد الأنبياء وتدور حوله دعوتهم والقضية التي دعوا إليها جميعا وحاربوا وحوربوا من أجلها وأوذوا في سبيلها هي قضية سهلة جدا واضحة جدا وبعيدة جدا عن التعقيد وعن الغموض وهي قضية عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة غيره فقط توحيد لله عز وجل وهذا سنتكلم عنه في مقطع آخر إن شاء الله السلام عليكم